لما يكتب بنزيمة تذكر هناك دائما عودة ويرجع اليوم يسجل إعلاميا زي ما احنا نتكلم عن كريستيانو إعلاميا صحيح فيه فوارق لكن بنزيمة ترى لها اسمه ولا تاريخه ولاعب الكرة الذهبية فهل من المتوقع أنه اليوم هذا الهدف وهذا الانتصار وهذا التاهل للنهائي نستعيد لاعب قيمة كريم بنزيمة شوف يعني كريم يعني ما كان موفق ولكن محظوظ يمكن مع الحالة الاتحادية العامة الحالة الاتحادية العامة أيضا ما ساعدت اللاعب يعني واللاعب يمكن في فترة من فترات يمكن ما ساعد نفسها احنا بحاجة لبنزيمة وبحاجة لكريستيانو نفرح عندما يتألقون ونفرح عندما ينتصرون وعلى فكرة يعني نقول لك من مصلحة حتى المشروع السعودي أنه كريستيانو أو بنزيمة أنه يحمل أحد الألقاب هذه ما يعني بتزعل الآخرين تزعل الهلاويين تزعل الهلاليين لكن أنا أقول أنه مصلحة المشروع هذا فعلا لما تشوف لقطة ورونالدو يعني يحمل أحد الألقاب الموسم خاصة مثل ما تقلت الألقاب الدوري هذه بالتأكيد أنها تخدم المشروع لما تشوف واحد لاعب بحجم وجماهيرية أيضا بنزيمة هذه تخدم المشروع فتألقهم من صالح حقيقة المشروع الرياضي السعودي أنا يعني أتمنى من الاتحاديين وشفتها فيه قسوة كثير على بنزيمة يعني الفترة الماضية بيرضون اليوم عقب القول بيرضون ترى الاتحاديين طيبين يعني أتمنى أنهم فعلا يترسون هالموسم على الأقل يعني قال ترى ببو حنين نقطة كبيرة هم مكسب ومدرب عظيم جدا مدرب يعني قادر أنه يقدم لنا اتحاد آخر الموسم المقبل عندما يستلم الأمور يعني من بدري وفعلا هو اللي يجهز الفريق وهو اللي يعني يختار حتى لوعية لاعبين يستطيعون يدعم فيهم الفريق راح نشاهد يعني نسخة استثنائي من اتحاد وقد نشاهد أيضا نسخة أخرى من بنزيمة وهو يقودية التحاد أخيرا الدرعية هل وفقت هيئة الدرعية في أن تقتنص السوبر السعودي وتسميه بكأس الدرعية على اللي شفناها اليوم والله بالتأكيد يعني أنت بس شوفوا المبارات اليوم النصر والهلال بكل يعني ما تحويه من هؤلاء النجوم والمتابعة الكبيرة تجي مبارات الاتحاد والهلال المقبلة على كاس السوبر كل هذه مغرية لكثير من الشركات وأعتقد أنه كان قرار وخيار موفق من شركة الدرعية حقيقة أنها تضع اسمها على هذه الكبيرة